أهلا بكم مجددا دعوة قضائية ضد قطر رفعها المحام الأمريكي ستيفن بيرل وتهمى تمويل جماعات إرهابية لتنفيذ هجمات ضد أمريكيين الدعوة القضائية طلبت دوحة بتعويض أسر الضحايا مشيرة لاستغلالها مؤسسات خيرية لتمويل منظمات إرهابية من وراء هذه الدعوة وما تدعيتها على العلاقات الأمريكية القطرية متابعوا في هذا التقرير اتهام جديد لقطر بالإرهاب ورد هذه المرة في دعوة قضائية في محكمة بنيويورك الدعوة التي رفعها المحام الأمريكي ستيفن بيرل تزعم أن الدوحة مولت سرا جماعات إرهابية لتنفيذ هجمات ضد أمريكيين وتطالبها بلفع تعويضات لعائلات الضحايا وأشارت إلى أنها استغلت مؤسساتها الخيرية لتمويل منظمات إرهابية عبر النظام المصرفي الأمريكي باستخدام بيانات ومعلومات مضللة للتغطية على عملياتها السرية وفق ما ذكر موقع The Washington Free Beacon ويشير الموقع تحديدا إلى علاقة قطر بحركتي حماس والجهاد الإسلامي التي تصنفهما واشنطن إرهابيتين وكيف أن قطر جنبتهما آثار العقوبات الأمريكية من خلال تجنيد العديد من منظماتها الخيرية لتحويل الأموال إلى وكلائها في الشرق الأوسط من خلال تعاون منظمة قطر الخيرية مع مصرف الريان وبنك قطر الوطني وأكد التقرير الذي وصف الدعوة بغير المسبوقة أنها ستثير زوبعة ضد قطر في الكونغرس وقد تدفعه لفتح تحقيقات في نشاطات الدوحة المالية وعلاقاتها بالجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وللمزيد من التعليق على هذه الدعوة ينضم إلينا من بوستون جيم والش الخبير في الأمن الدولي أهلا ومرحبا بك معنا سيد جيم برأيك كيف تؤثر هذه الدعوة على مصير العلاقات الأمريكية القطرية ربما لا ربما تجعل الأمور أكثر تعقيدا عادة هذه هي الحلبة للحكومات الحكومات من خلال الدبلوماسية تسوي خلافاتها والحكومات مسؤولة عن أخطائها قبل عدة سنوات الكونغرس الأمريكي اعتمد سلسلة من القوانين سمحت للمواطنين الأمريكيين ليس الحكومة وإنما المواطنين رفع قضايا على الحكومات الأجنبية بسبب الإرهاب طبعا هناك قضية إيران وتفجير الثكنات العسكرية الأمريكية هذه القضايا تبقى في المحاكم لفترة طويلة حاليا المحكمة الجنائية الدولية تستمع إلى شكوى إيران بشأن هذه القضايا إذن مرت عشرين عاما منذ وصول هذه القضايا إلى المحاكم والأمر يتطلب وقتا طويلا قبل أن نصل إلى تطورات قانونية تتزامن هذه الدعوة مع حديث عن وسطة جديدة من واشنطن في الخلاف ما بين قطر والدول الخليجية الأخرى برأيك كيف يؤثر هذا على مسار هذه المبادرة من جانب واشنطن هذا سؤال جيد لو كنت تجلس في قطر ربما كنت غاضبا ولكن السيد ترامب ليس له سلطة مباشرة كي يقول لمواطن أمريكي ألا يرفع قضية أعتقد أن قطر ربما تكون غير سعيدة ولكن في نهاية المطاف الجهود الأمريكية للوساطة في هذا الخلاف هي من مصلحة الجميع هذا لا يساعد السعودية أو الإماراتيين أو قطر أو المنطقة أو هذا لا يفيد المنطقة وقطر والدول الأخرى أي جهد لإنهاء هذه المخاوف مرحب به لكن بعض ما تحمله الدعوة يتشابه مع كثير مما جاء في اتهامات هذه الدول لقطر وأنه هو الذي دفعهم لاتخاذ قرار مقاطعتها فكيف يؤثر على موقفهم كذلك خلال المرحلة المقبلة هذا سؤال عظيم بشكل عام المسؤولون في السياسة الخارجية لا يحبون القضايا وكما قلت المسألة يمكن أن تجعل العلاقات الدبلوماسية بين الحكومات معقدة وهذا شيء آخر عليك أن تتعامل معه ولكن هذا هو القانون الأمريكي وأحد الهواجس تتمثل في أن الكونغرس يمكن أن يعتمد قانونا ويمكن أن تكون هناك قضية ضد إيران دول أخرى يمكن أن تسمح للمواطنين أن يرفعوا قضايا ضد الولايات المتحدة وهذا أحد هواجس السياسة الخارجية هنا هذا قد يؤدي إلى انهيار وكل شيء ينتهي به المطاف في المحكمة جانب آخر له علاقة بالشق الاقتصادي بعد هذه العقوبات التي فرضت على إيران وبعد هذه المقاطعة ما بين قطر والدول الخالجية الأخرى نشطت العلاقات الاقتصادية ما بين الجانبين هذه الدعوة كذلك كيف تؤثر على العلاقات ما بين هذا الولايات المتحدة وقطر وإيران سؤال جيد ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير جزء من الأسباب التي أعطيتها أنت لماذا تكون هناك علاقات جنائية مع إيران عدو عدوي صديقي والدول الأخرى لن تقاطع قطر وربما هناك حافز لدى قطر للبحث عن حلفاء آخرين وربما الخلاف بين السعودية وإيران يجعل منطقياً بالنسبة لقطر أن تستدير باتجاه إيران للاستفادة من عدم حب إيران للسعودية هكذا تعمل العلاقات الدولية وبالتالي ليس هناك أي مفاجأة أشرت في بداية حديثك إلى تشابه ذلك مع دعوة أخرى ما بين هذه الجهات وما بين دول كالسودان السعودية إيران هذه الدعوة برأيك هل ستشجع العديد من الجمعيات ومن سيعتبرون نفسهم ضحايا لهذه الممارسات ليقدموا دعوة جديدة أعتقد ذلك وسأكون واضحاً أنا قلت في السابق أن هذا يعقد السياسة الخارجية بين الحكومات ولكن أيضاً يمكن أن يكون هناك شيء إيجابي على الأقل لو حصل أحدهم على تعويضات وأنا لا أعتقد ذلك أعتقد أن هذا شيء جيد في حد ذاته ولكن هل يردع الدول ويمنعها من دعم أذرعها في المنطقة لا هذا لن يردع أحداً وإنما يجلب بعض المواساة والتعويض لعائلات الضحايا ولكن لا أعتقد أنه سيغير سياسات الحكومات في الشرق الأوسط هناك دعم للأذرع والوكلاء كل دولة في الشرق الأوسط لها أذرعها ووكلائها في الدول الأخرى هذا لسوء الحظ وبنهاية المطاف الحكومات هي التي تقرر أن تتوقف عن ضرب بعضها البعض ولكن المواطنون لن يرغموا الحكومات على فعل ذلك الدوحة استضافت المفاوضات ما بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية وكذلك الإدارة الأمريكية برأيك كيف تدير قطر هذه العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف تستغل موقعها في هذه النقطة بالنسبة لواشنطن أتوقع ذلك عندما تكون في علاقة تحالفية لا أسميها علاقة تحالفية رسميا ولكن أسميها علاقة صداقة أنا سعيد أنك طرحت هذا السؤال ما يعقد الأمور بالنسبة للولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية هناك وعندما ظهر الخلاف بين السعودية وقطر الكل اعتقد أن علينا أن ننهي هذا الخلاف لأن لدينا قاعدة هنا وهناك دعونا نستخدم نفوذنا لدى السعودية لحل هذا الخلاف ولكن هذا لم يحدث الولايات المتحدة دعمت السعودية في بداية الخلاف ولكن آمل أن أمريكا ستلعب دورا وسيطا الآن نعم الأمور معقدة أمريكا لها مصالح كبيرة في قطر وقطر لها مصالح في أمريكا جيمال شهر الخبير في الأمن الدولي شكرا جزيلا لك